بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبركة على سيدنا محمد وآله وصحبه الإخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كدرتوا لبس عليكم كديرين طويرات الولاعة أسألوا الله التوفيق لنا ولكم إن شاء الله الرحمن الرحيم فهذا الفيديو هذا إن شاء الله بحول الله قدمت طوليامين فيتامين طوليامين الطوير ديالي هو غنيع للتعريف لكثرة الأحمد الأمينية والفيتامينات اللي فيه كما تتشاهدوا معي يا الإخوة هم القناعة تكون في مقلوب يعني أخويتهم من الماء باش نعطش طوليو نعطشهم باش نعطيهم فيتامين طوليامين را مهم سنعطيهم لهم تعوى زيادة لسيدكول وخلط فاح ودير سنعطيهم طوليامين أنا كنجيبه غير تقسيط سنجريش ديك القرعاء الكبيرة كنجيبها بالتقسيط سنعمره سوف نعطيهم من دين ديري هذه المشربية ثلاثة ديها النقيطات في هذه المشربية لكل قافص إن شاء الله مرحي بتأس هذه النقيطات كلهم نقرأة عشر مقلوبين كلهم نخاوين من الماء دي واحد تقريبا شي من الساعة نزيدهم في الساعة أخرى شي شوية وعاد نعطيهم إن شاء الله نقتم ليهم دبا نقتم ليهم بباطي كاللي هنقتم ليه بباطي بيض كاللي هنقتم ليه بباطي صفر وهدو كريد فاكترا نعطيهم بباطي حمر إن شاء الله مراحب ونقم ليه هذا اللي يجب بباطي الروتين دائما شوفوا الطيور شلو حصو ونقم ليه إن شاء الله من الأخر دي الأسبوع صافي غير قدم الأعشاش الإينات ونشوف سكوين بغتت تدير الخويض وذلك ندخل على هذا الضكرة حد لان راني أعزل الضكور والإينات ونطلبوا الله سبحانه وتعال هذا اللي يجب طلبوا الله أخيز أكل شي لها القرعات المقلوبية نقدم ليهم نقدموا ليهم هنا فضل القرعات هذو القرعات القرعات هذو القرعات والخلط والخلط اللي يجزيج أخذ نشاقهم ليه وما واحدة الوكالات هذو واحدة السرابات وطماتيك غاد يركبهم من بعد هنا يبدأ أخذ مبتية المقلوبية وإن شاء الله مرحب نطلبوا الله التوفيق هذو لا تنسوا من الدعاء تنظم اليوم يمكن اليوم ولح تل الخردية الأسبوع وغاد ينصق الوريقات لتنبدأ اللي تنظر فيهم الإنتاج ودبشي ونوريكم كل حاجة كيف تنظر لها ونطلبوا الله خير سبحانه وتعالي الله ما يستري جنع الحمد لله أنا قدمت البطي البطي بيض البلوريسيسي الدومين أعطيتهم بيض والذي أعطيته السفر أعطيته السفر والذي أعطيته أعطيت الحمار أعطيته هذا في التوضع لديه بيض وهذا السفر لديه الأنواع البطيات التي تنقدم إلى مصاب البطي هذا ما عندي هنا عندي البطي السفر بطي بيض وعندي بطي حمار هنا أكين الزوان أكين التخليطة الزوان وأكين الزوان إن شاء الله الحمار يجب أن يأكلوا شيئا سوف يحتاجون هذه الساعة الماء ونقدم لهم فيتامين في قريعات الصغر ونعطيه لهم إن شاء الله الحمار وهذا الشيء لكي أراد إخبار قدمت هذا الفيتامين الذي قلت لكم طول يامين أعطيته الطيور في مسربية الصغر مسربية الكبارة خويل طيس الطيور بصفة عامة ومن ناول الله خير هذا الشيء اللي يكاين وهذا سناخده أنا بتقصيد كما قلت لكم أنا سناخده بتقصيد سناخده بتقصيد قريعة صغر طول يامين بيتامين طول يامين والله مالك الحمد والشكر هذا الشيء اللي يكاين ستطلح دوما يا الإخوان أنا قدمتها أحوات للسلاحة للطيور اللهم مذارك أجداد اللي عاد خديد ستاومد لكيه الخريب والحمد لله الطيور استحمت أطلب الله خير سبحانه وتعالى الحمد لله هذا من فضل يرضي علينا دوما اللهم مالك الحمد والسكر اللهم حقا عجبوني ادور المنظر ديال ومزوين وفيهم دوك اللويينات جوزويني ربو الله خير سبحانه وتعالى لاهما يستير ربو الله خير ربو الله خير اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة